في العرض الأخير تعلمنا أن القطع الناقص يمكن أن يعرف على أنه المحل الهندسي لشميع النقاط حيث أن مجموع المسافات لنقطتين يسمى البؤر دعوني أرسم كل هذا دعوني أرسم هنا سيكون هذا محور X إذن مجموع المسافة لهتين النقطتين يسمى البؤر أو البؤرة وتكون ثابتة فإذا كان هذا القطع الناقص سأرسمه سيكون موقعه هنا هكذا جيد سيتمركز على نقطة الأصل وهذا ليس شرطا لكن من أجل الإفاء بالغرض دعونا نشعله متمركز على نقطة الأصل إذا كانت هذه البؤرة هنا وهذه البؤرة الأخرى هنا فسيعرف القطع الناقص أو يعرف على أنه مجموعة النقاط أو المحل الهندسي لشميع النقاط حيث إذا أخذت المسافة لأي نقطة من هذه النقاط الموجودة على القطع الناقص ونأخذ المسافة لكل بؤرة إذن لكل بؤرة فإذا أخذت هذا لا لا أريد فعل ذلك إذا أخذت المسافة هذه وأضفتها إلى هذه المسافة لنفترض أنها دي واحد لا هذا ستسميك لنسمي هذه دي واحد وهذه دي اثنان فهذا سيكون مساويا لعدد ثابت لكل القطع الناقص فإذا أخذت نقطة عشوائية على القطع الناقص لنفترض أنها هذه النقطة وإذا أردت جمع هذه المسافة إلى هذه المسافة لنسمي هذا دي اثنان أو ثلاثة وهذه دي أربعة فالمجموع لبعد المسافات عن البؤرة في هذا القطع الناقص ستكون ثابتة ففي هذه الحالة دي اثنان زائد دي واحد سيساوي دي ثلاثة زائد دي أربعة وهذا سيكون صحيحا عندما ننتقل على القطع الناقص ولقد تعلمنا من العرض السابقة أن مقدار هذا سيساوي اثنان A حيث أن A هي نصف القطر الرئيسي فإذا كانت هذه صيغة القطع الناقص هذا من حيث أتت A X تربيع على A تربيع زائد Y تربيع على B تربيع يساوي واحد وقد تعلمنا أن البؤرة المسافة البؤرية أو المسافة من مركز القطع الناقص وهي هذه المسافة فالمسافة البؤرية تمثل الجذر التربيعي للفرق بين هذين العددين فإذا كانت هذه المسافة البؤرية من هنا إلى هنا فهو يساوي الجذر التربيعي إذا كانت A أكبر إذا لـ A تربيع ناقص B تربيع وهذه هي حالة القطع الناقص فإذا كان لدينا قطع ناقص عمود ولم أعرضه في العدد السابق ولكن دعوني أوضح لكم كيف سيبدو لنفترض أن القطع الناقص سيبدو هكذا حسناً هكذا سأستخدم اللون الأزرق لنفترض أن القطع الناقص سيبدو هكذا وفي هذه الحالة منتصف نصف القطر الرئيسي سيكون في اتجاه Y فهذه B وهذه A وفي هذه الحالة B أكبر من A لأن القطع الناقص طويل ورفيع وفي هذه الحالة ستستند البؤر دائماً على طول المحور الرئيسي وفي هذه الحالة سيكون المحور الرئيسي والمحور العمودي إذن البؤر ستكون هنا وهنا وفي هذه الحالة ستكون الأطوال البؤرية هي عمودية للأسفل من نقطة الأصل وعمودية للأعلى من نقطة الأصل وبدل من أن تكون A تربية ناقص B تربية الآن كون B أكبر من A أي الطول البؤري وهو هذا الطول البؤري سيساوي B تربية ناقص A تربية هذا كافي لقد فعلت كل هذا لأقارنه مع ما أنوي تقطيته في هذا العرض وهو مواضع نقاط البؤرة للقطع الزائد والقطع الزائد قريب جداً من القطع الناقص يمكنك تخمين هذا لأنه إذا كانت هذه معادلة القطع الناقص فهذه معادلة القطع الزائد X تربية على A تربية ناقص Y تربية على B تربية يساوي 1 أو يمكن أن نغير هذه حيث تصبح الإشارة السالبة أمام X بدلاً من Y ويمكننا تقطيت هذا بسرعة لكن هذا القطع الزائد سيبدو هكذا دعوني أرى إذا كان يمكنني أن أرسمه إذا رسمت المحاور ثم أريد أن أرسم خطوط التقارب يمكنك أثبات هذا يمكن أن تنظر إلى مجموعة العروض السابقة لكن خطوط التقارب لهذا القطع الزائد Y تساوي زائد أو ناقص B على AX سيبدو سأقوم برسمي كخطوط مائلة سيبدو هكذا ويشبه لا 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 أريد أن يبدو هكذا هذه هي خطوط التقارب هذه متمركزة عند نقطة الأصل لأنه لم يتم إزاحتها ثم هذان هما الخطان هنا ثم هذا ما نسميه القطع الزائد الأفقي وطريقة التفكير بهذا هي حسناً إذا قمت بحل Y سترى أن النتج دائماً سيكون أقل بقليل من هذا الخط والخيار الثاني هو أن تقول هل يمكن لX أو Y أن تساوي صفر حسناً إذا كانت Y تساوي صفر وهذا يضعنا على محور X سنحصل على X تربيع على A تربيع يساوي واحد هذه كله في حال أن Y تساوي صفر X تربيع على A تربيع يساوي واحد ما يعني أن X تربيع يساوي A تربيع ويعني أن X تساوي زاد أو ناقص A إذن النقاط هي A.0 وA ناقص A.0 كلهما على القطع الزائد وبما أنهم يقعان على خطوط التقارب فلا يجب أن يمر بها إذن هنا قطع زائد مفتوح لليسار واليمين وسيبدو هكذا أو دعونا نستخدم هذا اللون إذن سيبدو هذا الجزء الأصعب سيكون أقرب أكثر فأكثر إلى هذا الجانب ثم يؤرت على أنها واحدة من الأسل القطع الزائد ستتجه هكذا حيث أن هذه المسافة ولاحظ التشابه هنا مع القطع الناقص هذه المسافة هنا دعونا أستعمل لون أكثر وضوحا هذه المسافة بين هذين وأعتقد أنك تسميهم المسندين للقطع الناقص المسافة تلك هي A وهذه أيضا A إذن لدينا مسافة 2A وهي مشابهة لهذه الحالة حيث أن هذه المسافة هي A وهذه أيضا A إذن المسافة بين النقطتين اليمين واليسار على القطع الناقص العمودي هي نفس المسافة بين النقطتين اليسار واليمين على القطع الزائد إنه فقط أن القطع الزائد مفتوح للخارج بينما القطع الناقص مفتوح للداخل هذا كاف لكن الغرض من هذا العرض هو مناقشة البؤرة وربما خمنت ذلك وقد تطرقت إليها في العرض الأخير أن القطع الزائد أيضا لديه بؤرة لكنه مفتوح ستكونان على يمين ويسار هتين النقطتين إذن هذه دعوني أقوم بهما بلون لامع لأنني أريد أن تروهم لنفترض أن هتين هما البؤرتين والقطع الزائد هذا ولاحظ الإختلاف والقطع الناقص واحد من تعريفات القطع الناقص هو المحل الهندسي لجميع النقاط أو مجموعة النقاط حيث أن المسافة من أي واحدة منها أو مجموعة المسافات لكل واحدة من النقاط إلى البؤرتين هي عدد ثابت الآن تعريف القطع الزائد واحد من تعريفاتي يمكن أن يكون المحل الهندسي لجميع النقاط حيث نأخذ الفرق ليس المجموع بل نأخذ فرق المسافات بين البؤرتين ودعوني أكتب هذا إذن هذه D1 عفواً D1 وهذه D2 هكذا اتضحت الصورة يمكن أن أقبل قيمة المطلقة للاختلاف لأنه يمكن أن تكون عند مرحلة معينة D1 ستكون أطول من D2 إذا كنا على هذا المنحنى D1 ستكون أقصر من D2 إذن D1-D2 القيمة المطلقة ستكون عدد ثابت في القطع الناقص D1-D2 كان ثابتاً إذن هما مترابطاً بشدة في هذا القطع الناقص نأخذ مجموع المسافات إلى نقاط البؤر ونقول أنها ثابتة في القطع الزائد نأخذ الفرق بين المسافات إلى نقاط البؤر ونقول أنها ثابتة إذن هذا العدد سيكون نفس أي نقطة أخذناها من هنا وأنا أختار هذه النقاط بطريقة عشوائية حيث أن جميعها تقع على القطع الزائد وإذا أسميت هتان مقططان نسميهما D3-D4 فالفرق بين D1-D2 هو نفس الفرق بين D3-D4 ستكون القيمة ثابتة أيضاً على مدار القطع الناقص إذن السؤال التالي ماذا تساوي هذه القيمة ثابتة وهذا مفيد كي تجد نقطة حيث يمكنك أخذ الفكرة وفعلنا هذا في القطع الناقص حيث قلت إذا أخذنا هذه النقاط وقد استخدمنا منطقاً في العرض السابق لنقول أن مجموع المسافة بين هذه وهذه ذاك المجموع سيساوي سنرى سيساوي 2A أو مسافة نصف المحور الرئيسي لأن هذه المسافة كانت نفس هذه المسافة إذن هذه زائد هذه نفس هذه زائد هذه وتساوي 2A إذن الوقت كل الثوابت مجموع المسافات إلى البؤرتين كان يساوي 2A الآن في القطع الزائد ما هو الفرق في المسافات إلى البؤرتين لنخد هذه النقطة على القطع الزائد ونقول دعوني أستخدم لون جيد ما هذه المسافة التي باللون الأرجواني إنها عبارة عن المسافة إلى البؤرة ناقص هذه دعوني أختار لون آخر ناقص هذه المسافة باللون الأزرق الفاتح المسافة الأرجوانية ناقص المسافة الزرقاء إذن يمكننا أخذ فكرة قمنا بها في حالة القطع الناقص المسافة الزرقاء هي نفس المسافة من هذا الرأس أو من هذه النقطة الموجودة أقص اليسار على القطع الزائد المفتوح إلى اليمين من إلى هذه البؤرة هي نفس هذه المسافة لأن القطع الزائد متماسل حول نقطة الأصل أو طول البؤري هو نفسه لأي جانب لمركز القطع الزائد بحيث ما تراه لكن أعتقد أن هذا ليس بالإتسال الكبير للمفهوم لكن كي تتقبله إذن إذا كانت هذه المسافة هي نفس هذه المسافة فبالتالي المسافة الأرجوانية ناقص هذه المسافة الزرقاء ستكون مساوية لهذه المسافة الخضراء صحيح؟ وما هي هذه المسافة الخضراء؟ إنها 2A رأينا هذا في بداية العرض إذن مرة أخرى هذا يساوي 2A على أي حال سأترككم هنا الآن آه حسنا في الحقيقة دعونا نقوم بحل سؤال آخر لأنني أرغب بحل مثال واقعي ولأنني قلت لكم في البداية إذا أردتم أن تجدوا إذا كان لدينا قطع ناقص X تربيع على A تربيع زائد Y تربيع على B تربيع يساوي 1 وقد تعلمنا أن هذا تربيع هذا قطع ناقص قد تعلمنا أن المسافة البؤرية ستكون الجذر التربيعي لتربيع ناقص بي تربيع لأن في القطع الزائد يمكن أن ترى علاقة وطيدة بين القطع الناقص والقطع الزائد لكنه شيء ممتع أن نتأمل بها ومعادة القطع الزائد تشبه هذا X تربيع على A تربيع ناقص Y تربيع على B تربيع أو يمكن أن تكون Y تربيع على B تربيع ناقص X تربيع على A تربيع يساوي 1 ويتبين وسأثبت هذا لكم في العرض المقبل أنها مسألة رياضية متشعبة بعض الشيء حيث أن المسافة البؤرية للقطع الزائد مساوية للجذر التربيعي لمجموع هذان العددان أي تساوي مجموع A تربيع زائد B تربيع وإذا أعطيتكم ولاحظوا الفرق هذه إشارة مختلفة فإذا نحن نأخذ فرق هذان المقامان والآن نأخذ مجموع المقامان فإذا قمت بإعطالكم القطع الزائد التالي X تربيع على 9 زائد Y تربيع على 16 يساوي 1 حسناً أول شيء تقوم به هو حسناً يمكننا إيجاد الطول البؤري بحسب ما هو موجود في الصيغة فالطول البؤري يساوي الجذر التربيعي ل A تربيع زائد B تربيع هذا عدد مربع أليس كذلك A تساوي ثلاثة وB تساوي أربعة إذن 25 يساوي خمسة وإذا أردنا تمثيل ذلك هذا محور Y وهذا محور X إذن الطول البؤري هي المسافة في هذه الحالة إلى اليسار وإلى اليمين من نقطة الأصل وإذا كان القطع الزائد مفتوحاً للأعلى والأسفل سيكون فوق وتحت نقطة الأصل إذن هذا أو آسفة هذا لا يجب أن تكون زائد نحن نتعامل مع قطع زائد يجب أن تكون سالبة ما قمت بكتابته من قبل مع زائد هو قطع ناقص وبالسالب قطع زائد إذن خطية تقارب هذا متمركز على نقطة الأصل ولم تتم إزاحته سيكون 16 زائد 9 إذن ستكون الخطوط حادة وستشبه هذا وهذا هذان هما خطي التقارب نقطة الرأسان تقعان على وإثنان ضرب وإي تساوي ثلاثة إذن إي تربع يساوي تسعة وبي تربع يساوي ستة عشر إذن هذا هو المركز إذن نقطة الرأس هذه ثلاثة وهذه ناقص ثلاثة ثم نقطة البعد البؤري ستكون من المركز خمسة إلى اليمين هذه ستكون إذن هذه خمسة فاصلة صفر وناقص خمسة صفر هذه ناقص ثلاثة وهذه ثلاثة فإذا ردنا تمثيلها ستكون شيئا كهذا نبدأ هكذا وإذا ردت أخذت نقطة شوائية على هذا القطع الزائد وتأخذ هذه المسافة وتطرح هذا من تلك المسافة فنحصل على عدد ثابت فهذا سيساوي بالضبط 2A أو بالضبط يساوي ستة في هذا المثال بالتحديد على أي أتي حال أتمنى أنني لم أربككم كثيرا بخطأ الإشارة هنا مع نهاية العرض لكن في العرض التالي سأقوم بإثبات الصيغة لكم بمسائل متشعبة لكن بغض النظر أنها ممتعة